عايز مصالحة. عايز شريكو يقدم مع التزار ومصالحه. طيب خطره. العلان. نفسه يبعد. نفسه يسيب العلاقة كلها روج. نفسه يبعد. لا هو ازعلان جاند. عايز يمشي. شايف شريكو ازاي? ده تغيير مكان. تغيير بيئة سفر. اما مسافر الشريك اما يكون مسافر. اما يكون. اما هو بيسافر كتير او هو مسافر بالفعل. او يكون. او يكون بيبعد عنك. يعني هو بيعمل حاجة بعيدة عنك. انت مبقتش بيته. انت مبقتش مكاني. فغير البيئة بتاعته. فبعيد. شايفك? الطاقة ما بينكم فيها اخناء كتير يا جماعة. اخناء كتير. كتير مستمر. مستمر. يعني تخلصوا من خناءة تخشوا في اخناءة جديدة. تخلصوا من خناءة تخشوا في اخناءة جديدة. اخناء ما بيقفش. الشريكو عايز ايه? عايز مغامرة. عايز عايز كرفشعة. يعني لا عايز نكد ولا عايز زعل ويقعد يصالح ويدادي او لا 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 لا. انا اعمل ازاي واخد شنطته وطلع على البحر. اوه. ولا في دماره اصلا. شفتوا بقى الفرن? عايز ايه? عايز يجمع بين شخصين. انا اسفة جدا بس دل ما شايفه. شايفك ازاي? شايفك? زي ما انا شفنا فعلا في القراية العامة بتاعتك. ااااااااااااااااااااااا. هادي. متزن بتتعبد كتير او انك انت فوضت امرك لله وبحالة استسلام. خلاص. اعرف? فوضت امرك لله. انا شايفه عملت اصلاحات بتحصل. مش اعتمين انهي تارك ماعتقدش انك انت يا تور. بس يمكن تكون على الاقل فهم. بتعمللي عليك. يعني بتعمل عليك خلاص. بحيس انك ايه? ان العلاقة ما تنهارش كلياً. فدي طريقتك بالصرح بس انا ما اعتقدش ان طاقتك فيها اي حاجة انك انت تعمل حاجة زيادة عن كده. انت اكيد بتعمل اللي عليك وخلاص. اللي هو بس عشان ايه تبقى سديت الصغرات دي. بعدين انا شايفة انه حيبقى فيه حكم منكم. حد حيبقى ويعقلكو بقى هيعقلكو شوية. شايفة بعد كده اختيار. اوكي? كي ما هي تختيار? يعني اللي هو ايه? اختيار اختيار. وبعدين شايفة مشاعر جديدة. مشاعر حب جديدة خالص حتتولد. شايفين ايد ربنا تمب بتايت. تعالوا انا هنقص ده. هتحس بقى بحب تاني لشريكك. شريكك هيحس بحب ليك تاني. انتو الاثنين هتحبوا عارفين لما تكون. انك بتحبوا بعض من اول ونديد. بحب في اوله. في اول علاقة خالص. اللي بيبقى يعني كوكو خالص كيوت قوي ده. حاجة كده. وفي حالات معينة ممكن يكون فيها حمل. الكارت ده بياخد المعنامين دون. مشاعر جديدة حلوة جدا. قوية جدا. صادقة جدا جدا. او موليد جديد. فبصوا هي الدنيا كتعاملة ازاي. بس تتحول. كل حاجة بتتغير. ايدو بس المعضوع وقت. انا حسب بيك يا تور وحسب القلم اللي انت فيه. انت عايزة علينا ومحتاج تردية. تردية ورد اعتبار. عايز تبعد تسيب العلاقة كلها وتمشي خلاص. ما بقتش قادر. شايف شركك. اما مسافر او ليسافر كتير او ببعد عمك غير بيته. انت هو ما بقاش بيتك. انت ما بقتش بيته. اقصر. طاقة ما بينكم فيها اخناق كتير واطراف كتير. ومش بس اخناق كتير. لا ده فيه ناس كتير. فيه شارع منهم وناس بقى كل واحد بقى عمال يدي رأيه. والدنيا والعب. شركك عايز يعني معنا ما يجو خالص. مش عايز ازعج. نرجو عدم ازعج. وعايز على قصة سلاسية يجمع ما بين شخصين. شايفك ازاي مستكيم. اه طاقة بداعة قصدي طاقة روحانية يا حدر يا روحانية. اما بتتعبد كتير. او بتتأمل كتير. او انا شايفها ان انت قوضت امرت لربنا خلاص وايه. واستسلمت. صاحب رابو بشكرك يا موني جدا. الان سايفالها هيحصل كالاتي. في عمليات اصلاح هتفيه تحصل. والفكت دي هتبقى من الكبار. من الكبار قاعد بصلح. اه بعدين هيبقى فيه اختيار. اختار يا دي دي. وبعدين مشاعر جديدة هتتولد بين الثور وشريكو. مشاعر جديدة كأنه حب جديد. ان شاء الله. وعفى الله عم سلام. اه. حاببتي يا نور. انت جميلة. ان شاء الله هترجعوا البعض بازن الله. يا ماريا ان شاء الله. طيب انا عايز بص على حد بس. مش هارف اسمع البويس دلوقتي يوم خلص اسمعها. بس الدنيا تمام? يا رمضة. طيب يا زلوة. على حسب تاريخ ميلادك خببتي. انا بقول التواريخ قبل ما يعني في كل مجموعة بقول التواريخ بتاعتها ايه? طيب. يعني يا جماعة الجروب بتاع الصفار دا العظيم وشاركي بالله كتير قوي النهاردة. رحوم مرسية حاببتي قوي. مرسية جدا جدا. بشكرك يا مالك. آآ يا غادية بسألك حاضر والله حنقول لي يا سامح من عناية لكم. اوكي. بشكرك يا سونية قوي قوي قوي. لا يا بنتي والله خالص بالعكس. لاي صح انا فوضت امريا خالص جدا. والله يعني انتي يعني هتفوض. مين احسن من المتفوضي امرك ليه? هو هيضبر لك كل امورك. ارمي بس احمولك عليه مانكش دعو. انا بس دعو كده. معلش هتتزبط تزبط ان شاء الله وكل هتكون اوكي. تعالوا نشوف بقى المرحلة التالتة اللي هقول تاريخها دلوقتي من الموضوع اللي لسه مش عارفين وضع المرحلة دي. المرحلة التالتة بتاعة آآ برج التور بكتدي من عشرة لحد عشرين مايو. تعالوا نشوف حالته اللي عامة. اخبارها ايه? وانا بحبك قوي يا اوم عبدالله احمد تجنش في مدحل تجنش في مدحل اطلق بصوا يا برج الثور اللي داخل مشروع وهيبتدي مشروع جديد أي حاجة فيها استثمار في الجيد أو الشارع أو أي حاجة من الحاجات دي سوري يا جماعة أي حاجة من الحاجات دي أجلها شوية فيه هنا تقط إن هو حاجة أنت حتب أساسها وحتبتدي تكمل عليها ووضح إنها حاجة تخص بالفلوس داني أهم فلوس يعني فيه خسارة ملصق لها أرجوك لو بتعمل أي حاجة فيها استثمار أو فيها فلوس وقف دلوقتي استنى استنى الشعر الجاي على قل يعني والله أعلم نايت اوف كابس خيره من سايا هنا عند الطور نايت اوف كابس أيوا حبيب زريف بتهتم كلامك حلو الدنيا عندك زريفة المجموعة تلك قامدنا النجم الموضوع ما يخليهش برضه من شوية حيرة بس مش حطول يعني حيرة في القسير كده يعني مجرد مش بتفكر في الموضوع نفسه في صلب الموضوع ولا شوية رطوش كده حواليه اعمل دا دلوقتي ولا استنى شوية بس شكلك واخد قرار قدابني عيلة بديدة اهو 10 of pentacles عيلة بديدة للناس اللي لسنا ما ارتبطوش بالنسبة للأستاذ الرومانسي دا الفارس دا اللي راح يتقدم شكله والعكس البنت اللي جاي بتقدم لها شايف قدامي اتمام للمراسم دي بإذن الله وبداية عيلة دي الناس اللي متجوزين قرار دي فهم بيتهم عاملة كده بالصبت ابو ام اه وقفين جابة بعض مع بعض وولاد بيلعبوا والشمس طلعوا واخداروا وحاجة حلوة قوي قوي ما شاء الله طاقة حلوة دا اللي جانتقى الاسرية عند الطور في المرحلة دي شكلها كويس قوي ما شاء الله الامبراطور برضو طالع عند الطور هنا اه حاسس بقوة وحاسس ان هو بقى عنده اه اه قوة وثابات كافي ان هو اللي يرسم الخطوط هو اللي يقول ايه اللي يتعمل و ايه اللي ما يتعملش بو ناس قلب صلبوا قوي ما بيت هدش ان شاء الله اللي حصل وقعت علي الخسارة دي خلاص فلنفرض انها وقعت بالفعل او ما ينفعش تجنبها في بعدها ان شاء الله تعويض سريع اه تعويض مادية يعني الحمد لله الحلل مادية هتتعود الخسارة هتتعود بسرعة ان شاء الله اه بس هنا في انا شايفها برضو طاقة اه خوف اه وضح ان الطور كله بيعاني المشكلة في النوم مش لازم يكون خايف من حاجة طور اه بس هو النوم عنده مش متزبط يعني هو فيه ابراج معينة فيه فعلا في اوقات من السنة اللي النوم عندهم ليبوز مش لازم يكونوا متوترين مش لازم يكونوا يفكروا في حاجة بس النوم عندهم بيقى مش زرير بس متلوش دي لو مفيش سبب يعني للقلق اللي بيصحيكوا من النوم ده ان شاء الله هتعدي وتروح لوحدها فيه كمان queen of swords قوة برضو اعمال سياخد قرارات بعقلة مش عارفة ليه اللي عيدة السعيدة دي اهي شكلها هيحصل عندها شوية مشاكل او لخبطة اه اموشنس المفتور هيبتدي يفكر بعقله بس في العلاقة مش اللي اتنين نون نون بس عقله بس هياخد قرار صعب بس ارجوك وانت بتاخد القرار الصعب دا يا تور يبقى زهنة في صافي ما تاخدوش بانفعال وانت في وقت انفعال لان في حاجة حيترطب عليها انت بتاخد قرارات اه انا شايفة اما ان هو بتاخد بتاخد شريطك وتبعده عن المشاكل مشاكل يعني هي براكو براكو برا العلاقة مشاكل عندكو فانت بتاخده وبتبعده روح مكان اكتر هدوء او انت يبتمشي الواحد اكتر قررت ان انت انا مش بقى انا خلاص انا المشاكل دي انا مش ادها ومش عايزها وفعلا اه بيشد رحيط رايح عايز يروح لمكان اكتر هدوء يعني مش حاسة بتاخده بشوية فرات حسدت ولا ايه لسه بقولي عائلة عائلة حلوة وعائلة مترطة حاجة شخص لها حلو جدا الله اعلم الموضوع مش عازم ينطبق على كل الناس يعني الناس اللي الحالة عندهم العطفية كويسة الاسرية عشان يدور عائلة خلاص الاسرية عندهم كويسة خلاص افتكر الدنيا عندكو تماما الناس اللي عندهم لخبطة الثورة الحالة دي عمال يبتدي يفكر بعقله زي ما قولنا ومنحي قلبه خالص وعمال يحسبها يعني واحد وواحد وقرر انو هيبدا عن المشاكل دي كلها ويديها ظهروا باي انا ماشي طيب حلوخص القرية بسرعة الناس اللي دخل على بزنس او عايزين يعملوا اي استثمار مهما كان صغير او كبير في خسارة جاية الشهر ده والله اعلم يارب ما تيجي ابدا يعني ياريتها تيجي في خسارة مادية بس تجنب اي استثمارات او اي حاجة فيها في وصل فترة ديك في حالة رومانسية بتحصل للناس السنجل الناس السنجل لسه متجوزوش في حد بي ابروتش يعني رايح وبيعرض عرض وشكل ان شاء الله حيتقبل وبداية عالة جديدة في قوة الحمد لله في حد التور حاسس بقوة في شخصيته وفي طريق التفكير وتصرفه في الامور في تطور في حالة مادية بس في شوية مشاكل في النوم التور مش بينام كويس بس يمكن مخاوف يمتين كويس بتديله حاجات كده مش زريفة وقت انه مبيسحى كتير للجزء اللي عنده مشاكل في العيلة في الاسرية يعني فهو من ناحي مشاعره خالص 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 وهو بياخد القرار ده وابتدى فعلا ياخد قرارات وقرر بالفعل ان هو يباية طيب تعالوا نشوف بقى الناس اللي في علاقة بالفعل اخبارهم ايه عطفية طيب مادة حبيبي براش حرام عنيكي والكلام ده والله يبصي انا اللايب لازم يمشي بالسيستم اللي المحتوى احنا دلوقتي يفضلانا قرية العطفية بتاع المجموعة الثالثة وحناخد القرية المجانية اللي كسبت معنا النهاردة وبعدين هنسحب تقول فان شاء الله اسحب لك اخد من معنى معنى استباعي اكتبي حبيبتي برجك وكتبي اسمك واسمك وايه سؤال مفيش مشكلة يا دينا لو بتنطبق عليكي الاولى يبقى هي دي حبيبتي قرائتك انا بقى سماهم علشان ناخد اكبر هذا عدد من الحالات الممكن مش ممكن اراية واحدة هتنطبق علي برج اكمل ومستحيل عشان ده نقسمتها التالتة في الاغلب بتنطبق علي حسب التالي بس بالشرط لو الاولى انطبقت معكي اكتر البحية دي بتاعتك انا شايتها يا سامح ان في كل المشكلة في المرحلة الاولى والتانية نهاية القراءة بتبقى قدمني حتى تبقى قدمي بالفعل حصل خلاص اكذب الطاقة لك فاهم قصدي فاهمين جذبوا الله العظيم صح وانا مجرباك نفسي بشكرك يا احمد جدا جدا هتنطبق اصحابي لي كارت اتمنى على ولدتك سؤال اسماء عايزة تتمنى على ولدتك حبيبتي طبعا اكيد بشكرك يا دودي طب حبيبتي ممكن ممكن برجها يعني برجها لولى قصدي تيز دودي اسماء عامر ممكن تاخد من سؤالها اللي هتسأل تتمنى على ميتها هي ناقصها البوردوس واسحب لها كارتة حادر معناية لتنينة طيب يلا نشوف بقى حالة العطفية ايه اللهم اجعله خير يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كورو جميل طويب عايزة اقول لكو ان الطاقة مش حلوة خالص الطاقة حزن وقلم. بسم الله الرحمن الرحيم كم. حزن وقلم. بسم الله تقلقوش الدنيا نساء الله هتبقى كويه. التور شايف ان العلاقة مش مش سبتة. يعني هي كل شوية بحالي ان هو ايه ترقص كم. شوية حس انها علاقة خوية. شوية حس انها علاقة ضعيفة جدا اقل حاجة ممكن تطيعها. نفسه العلاقة دي تقوى كده وتثبت على رجاليها كده وتبقى علاقة زي زي الناس. كيجورفانتيكلز يمكن تكون فيه مشكلة مادية عند التور. لو ما هياش مشكلة مادية فشريك التور في المرحلة دي بخيل عليه جدا مش بيدي هالي. اه ممكن تكون اهتمام او مشاعره ممكن تكون اه مادة فعلا. فلوس فعلا. دخيل عليه جدا. التور شايف شريكه ازاي? شايف ان هو فيه ناس بتأثر عليه. يعني مش هو اللي بيفكر. فيه ناس هيه اللي بتفكره. وهو بتأثر بيهم جانب. الشريكك بقى عايز ايه? اه انا شايفة ان شريكك عارفين عارف مين اللي هو اه متقمس دور الضحية. عايز تقمس دور الضحية. دي هو انا انا يعني انا شامعة تحترق من الاجل الاخرين. طب فين يا سيد? اه مش مش عارفة يعني هو ده. وقليه دخل نفسه في الحيطة دي يعني. بس يمكن يكون حاجة انت مش راحب لك منها يتقول. يمكن يكون فعلا ما هو مضحي بشيء بس انت مش راحب بالك. اه نفسه برضو بتوازن في العلاقات. شايفك ازاي? شايفك بتمرد مواقب صعب. ده مواقب صعب. اما انه انت شخص متدين جدا او الرب من ربنا جدا بالفترة الاخيرة ابتديت تتدين جدا ان تتعبد كتير كتير كتير. ابتدى يشوفك بالصورة دي. اه ايسا فانتكلز. لو كانت المشكلة مشكلة مادة عند التور وشريكه هي تعلم خلوص. اوكي. ابشر يا طايمور. ايد ربنا وباب رزد. اه اه اه. لو كانت ازمة مشاعر واه ازمة اهتمام. والحاجات بتاعاتنا دي. اه هو برضو دي ايجابة لنفس السؤال. يعني كده رشد طاقة تزيك الحاسيس اللي انت محتاجها. وشايفا اهو في حد شريك بيقدم بالتاني شيء. واكيب انت يطور ده شريكك بيقدمك يعني الحاجة اللي انت كنت مفتقدها. يعني لو هي كانت مشكلة الفلوس وهو بخلان عليك بفلوس فحيكيه لي ديك. لان ربنا فتحها يعني الحمد لله بقى ليه باب رزق جديد فهيبتدي يعوضك. بصوا رايين مرة بعض اهو. اهو ده باب رزق جديد. هنا بيفدي يبديك حاجاته يعوضك عن الوقت اللي فات. نفس الحكاية بالنسبة للمشاعر. اه شايفة قدامي ان انتو هتبتلوا يدرسموا هدف ترخوله. الموضوع ده حي هيتبدي يخلق قدامكم هدف. ان انتو تصغولوا وانتو ترخولوا. اه اراهة برضو حلوة جدا جدا جدا. طيب بالنسبة معلش عايزة ارد بس على اه اه ابو عايد. انا بفيرد على ناس و ناس والله. انا برد في الوقت اللي بين القراءة والقراءة التانية لان ما ينفعش ارد على كومنس بوستر اراهة عشان معطاعهاش. مفيش حد احسن من حد. كلكم حبايبي وكلكم نورين. اه لو ما جوتش على سؤالك اردوك قرره تانية. الطور عايز ايه? شايف العلاقة بترقص. مش مستقرة. عايز استقرار اكتر. اه اما ان هو في الحالة المادية عنده مش كويسة ونفسه الحالة المادية تكون احسن من شريكه يقدل ليساعدوا مادية اكتر او يدعموا مادية اكتر او حتى ممكن يكون اه زي ما قلنا معنويا والمشاعر والحاجات دي. شايف شريكه ازاي زي ما قلت انا قلت لكم شريكه اه في ناس تتأثر عليه. هي اللي بتتكلم بداني استقرارين قصدي يعني هو بيسمع وبينفذ. الطاقة وحشة او فيها عصفة انتباخين زي عصفة القلب معصور عصر عصر وحشة يعني. اللي هو انت سعبان عليك نفسك في كل مرحلة دي. شريكك ما تفهمش بقى. عايز يبين انه هو المضافي انه هو انا غلبان انا بعمل كل اللي اقدر عليه. اه وشمع تحتارك من قبل الاخرين. هي ممكن يكون لها بالفعل على فكرة. انا عملا بتريقش. ممكن يكون لها بتاعلم ودي استطاعته. ومش قادم ديلك اكتر من كده. مش بخل منه. بس هدي مقدرته. من قصدي ايه? برضو عشان المضامة يتهمش غلط. اه نفسه العلاقة تكون فيها اكسر توازن. وفي نفس الوقت برضو ناس حق كارت الزيادة. عايز يهرب من المواجهة. مش عايز يتواجه. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.